يستعد رئيس السابق لسندوق النقد الدولي دومونيك سراوس كان للمثول أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليل شمال فرنسا بتهمة ممارسة القوادة بعد تحقيق مطول بشأن حفلات جنسية شارك فيها الرجل الذي تبخرت أحلامه بمنصب الرئاسة في أعقاب فضيحة جنسية بالولايات المتحدة عام 2011 واعتبر المحققون أن سراوس كان متورط في شبكة للدعارة كانت تقيم حفلات ماجنة في فندق كارلتون بمدينة ليل ويمكن أن تصل عقوبة السياسي الاشتراكي في القضية التي يمثل فيها أيضا 13 متهما آخرين إلى السجن العشر سنوات وغرامة تصل إلى 1.5 مليون يورو وأقر سراوس كان بحضور الحفلات التي كانت تقام بالفندق الشهير لكن نفى علمه بمشاركة عاهرات في تلك الحفلات